بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسحبه أجمعين أما بعد ويا دعيغا نو درشكا حاضرا المسائل الأربع داق دوحر داق تيخات تر دوئي دروي سورة العصر شعغو شاقية دوحر العلم علمان در شو الله العمل أتعلم تاني عمل يرقو الله الدعوة إليه دعوة در ناغك ناغك إدعكات در دي الله الصبر على الأذى فيه أتنو تتعيد فشل خلوان شنحل غا سو بريحو خدر شو الله داق المسائل الثلاثة در ويا اخو خاتر در توحدا ديقش التوحد الرببية توحد الألوهية توحد الأسماء والصفات يغاءت مسائل الثلاثة دوشق براءة من الشرك وأهله دوئي در ويا الشركة غا تن اهلنا غا حجينو على الردع قاستر قولو غداق دو حق جيني دغن ودوشر دو إذا إذا أهمية دراسة الدروحيد توحد عام دران كورت خلر يحلغر خلر داق المتن يوشر ودوحر يوغاتنا شرح دوشر دو الشيخ وبوشي متنقه رحيمه الله يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يواحدون وأعظم ما أمر الله به التوحد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى وعبد الله ولا تشرك به شيئا إذا عندما أتن معن دوشر دو الشيخ وبوش متنقه إعلام أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين تن معنى حون خائل الله شين متأخذر نوق حون نسوي لك إبراهيم دين حنيفية خلر إذا حنيفية دو تعان الله عبادة أي غليل يشتو دين إخلاص ساني خلر تن الله تعان الله يعجن خلر إعل أمر دنا الله وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إعل أمر دنا الله ما سوء ناخ تن دع قلنا بتوش الله وبوغ قران جوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن شاء أدما شاء قويا لنما داتس تارك سين عبادة ديتر حم بيا سين عبادة ديتر حم يعبدون بوغ جن معنى شايخ وما آبر ومعنى يعبدون يوحدون دو بوغ سين عبادة ديتر حم بوغ جن معنى سو تأويت بوغ دو سو تأويت شيء عبادة تنقع تلتح واعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة واعظم ما نهى عنه شرك وهو دعوة غيره معه الله أمر دينات إدين لن اوغريا دوحقوما توحيد دو إذا توحيد ديرك عبادة تن الله هم حاجين دخلر دو تأقى الله هو تامك دين شاريخ حاران دين شاريخ اوغريا دوحقوما شرك دو إذا الله هم جيرغاح تنقعيشنگ ديخر دو الله هم جيرغاح تنقعيشنگ دوعدر دو تنان دليل دو واعبد الله الله هم عبادة ديه ولا تشركو به شيئا تحاهم تنتناق واستأملات ما تنشقيلر ويندى الشرح دوشار دو الحنيفية حنيفية لغة انقع شرعان قع ثم معان دوشار دو الشيخ شيخ خيثا من سرحان ديالدو حنيفية لغة انقع الحنف بشغ حديالدو إبورك طوجر دو يدع ذيرزر دو ذيرزر دو شرعان قعحة وين يوش دولتون معنى شرعان قع ديالدو إذا حنيفية ديندو شركاغ بوغتوه الشركاغ دع توجن توحيدية إخلاسية إيمانية ديرزر دو قد سعزير دو لغة مأخوذة من الحنف وهو مايل لغة لغة حنف البوغش ديالدو إيضر رويز إبورك طوجر دو ذيرزر دو شرعان قعح هو الملة مائلة عن الشرك المقبلة إلى الإخلاس والتوحيد والإيمان شرعان قعحة من معنى إذا ديندو شركاغ بوغتوه الشركاغ دع توجن توحيدية إخلاسية إيمانية ديرزر دو الله وبرانجة بوغتوه قانتا لله حنيفة إبراهيم بيمن عليات بو الله دائما متأح ورئز حنيفة ورئز حنيف ور بوغتوه معنى الله وبرزر دو شايخ وبرو يعني مقبلا إلى الله مدبرن عن الشرك الله وبرزر دو شركاغ بوغتوه ورئي تنغضع قيستانا ورئي أحقا فالحنيفة الذي يرجع دائما إلى التوحيد ويبتعد عن الشرك يا حنيفة إزو دائما توحيدي ورشوك دائما الله تعو يشوك شركاغ جينا ورش تلتح تعريف التوحيد كما ذكرنا سابقا في المقدمة حق ديق شايخو وين خويت توحيد توحيد عام دران باحنا إشتا التوحيد عام دران باحناش وي مقدمة شوح داش حالخي شوح حالغر درس ياريز تسو شوح حاغ دروي باحناش ما سيتباعن حاغ دروي التوحيد وي عام هون ديش دالين دول باحناش التوحيد بوغتو معن وي حاغ دير حالغر درس دلاح انز كارل دو أقش وين داقع عام ديت داقع لاتيت قتسعوز ديش دوحيد توحيد لغة تنگاه مستر واحد يواحد توحيد واحد شاي إذا جعله واحد توحيد بوغتو معن لغة مستر دو إذا واحد يواحد غلغو حد واحد شاي تحاهم شاة تعير تحاهم شاة تعينا بوغتو شرعن شرعن هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات شرعن الله تحا أور دو إذا تنشيط تدوغش تنشيط بيه تدوغش تنشيط تنشيط إشاة تعو إذا توحيد الربوبية تنشيط الله تعو الألوهية تعو الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات خلغ دا دو إذا الله حق دو إذا الله تنشيط قال المؤلف ومعنى يعبدون يوحدون شيخ إيلر يعبدون إلا دش تارغ سين عبادة إيلر قوي وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون أس جنش أدمش قوي لنمد تارغ سين عبادة ديت ترحم بيه إيلر معنى يعبدون بوحش معنى شاة تأويت عبادة ننجاعد إيلر تلطيح شيخ وحاق دير يوخ عق وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال إن كل عبادة في القرآن معناها التوحيد إبن عباس قرآن قرآن ملدين دول عبادة دول تنمعنا توحيد الله عنه قرآن تعبو وعبد الله الله عنه عبادة يبوخ تنمعنا الله عنه توحيد قوش الله عنه عبادة تأوية بوض سلطيح مساء الله الله عنه قرآن تعبو يا أيها ناس عبدو ربكم هين ديلن الله عنه شايد عبادة دي بو تنمعنا هين شايد شايد تعوية شايد عبادة ده بوض شايد ديل توحيد قوش دي قطعها هرد شايد دي وصلى الله على نبينا وعلى الله وصحبه والسلام السلام وعليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله شكرا